تفجير إرهابي يهز العراق من جديد ضحيته هذه المرة تسعة أشخاص وإصابة العشرات قرب بلدة الخالص شرق البلاد مصادر في الشرطة العراقية أكدت أن سيارة مفاخخة يقودها انتحاري انفجرت في مدخل البلدة في محافظة الديالة ما أسفر عن سقوط قتلى وجرح في صفوف المدنيين على الخط ذاته أقدم تنظيم داعش الإرهابي على ارتكاب جريمة وحشية جديدة تضف إلى سجله الإجرامي حيث قام بذبح 23 عراقيا في الموصل بذريعة التعاون مع القوات الأمنية في المقابل يواصل الجيش العراقي معركته ضد الإرهاب محرزا تقدما ملموسا على الأرض حيث تمكن من القضاء على عشرات الإرهابيين بينهم المدعو أبو حارث الراوي الأمير الأمني لتنظيم داعش الإرهابي وثلاثة من معاونيه في قضاء القائم كما تم تدمير أحد عشر وكرا لهم إضافة إلى مركز تجاري يعتبر من أهم مراكز تمويل التنظيم في محافظة الأمبر